النبي صلى الله عليه وسلم امتدح قول الشاعر ألا كل شيء ما خل الله باطل ماذا يعني إطلاق صفة البطلان على كل ما عدى الله عز وجل؟ نعم هذا الشاعر مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبيد وتقبلة البيت وكل نعيم لا محالة زائل ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أنه إلا نعيم الجنة طبعا يعني مدحه في نصف الله وعلق عليه في الشطر الثاني من البيت هذا يطلب أن نفهم معنى الوجود ومعنى العدم معنى الوجود ومعنى العدم قلنا إن الله سبحانه وتعالى كصفة لا هو الموجود طيب غير الله سبحانه وتعالى وهو سائر ما قال الله تائر الكائنات والمخلوقات يعني ما عداه ما عداه ما عدا الله كيف تصفه بالبطلان هذا يأتي من أن نحن نتأمل وجود هذه الكائنات وجود ما عدا الله عرفنا أن الوجود الواجب أن الله سبحانه وتعالى وجوده من ذاته وهو واجب الوجود يعني وده قسم من الأقسام القسم الآخر اللي هو يعني مقابل هذا القسم هو الممكن الوجود يعني اللي هو احنا ممكنات أي معنى ممكن يعني ذاته لا يجب لها الوجود لها كذات ترجمة نانسي قنقر